بدان ما تجيب الصيرام ب600 جنيه لتفتيح ونضارة البشرة تعال اقولك ازاي تعمليه في البيت وبخمسة جنيه بس ايوه زي ما سمحت كده تحفة جدا للتفتيح ده صيرام العرق سوس اللي مالوه ازاي فعلا مالوه ازاي انا من قطر ما جربته تحفة جدا لتفتيح البشرة لإزالة البقع الدكنة لو عندك كلف لو عندك تصبغات عنيدة لو عندك قصار حبوب بيشد البشرة جدا لو عندك تجعيد حول العين وحول الفم هتخلصي منها تماما باستخدام الصيرام التحفة ده مالك الوصفة معانا هو معلقة من عرق سوس طبعا عرق سوس ده بجيبه منين بجيبه من عند اي عطار وبخمسة جنيه هتكفيك طول السنة لان كل اللي بنحتاجه معلقة واحدة من عرق سوس كفيلة تكفيك طول الشهر تحفة جدا للتفتيح بعد كده بضيف معلقة من بزر الكتان وهكلمك عن فوائد بزر الكتان للبشرة بضيف عليهم ربع كوب من المياه المغلية وبقلبهم كويس جدا وبغطيهم لازم ان تغطيهم وبسيبهم على جنب المدة من ساحتين لتلات ساعات لحد الوصفة ما تبرد معايا تماما علشان تاخد كل خلاصة عرق سوس وكمان خلاصة بزر الكتان اللي هو هيعمل جل معايا ويعمل لي سيرم زي الفل بعد مرور تلات ساعات تقريبا بقى معايا بالشكل ده شايفين بقى عمل مادة شبه الجل شوية اي هو ده القوامل اللي انا عايزاه علشان ااخد كل الخلاصة بتاع عرق سوس اول استخدام لازم ان تجربيها بنفس الطريقة بعد كده بجيب مصفة معايا وبجيب شاشة لو ما عندي كيش شاشة حتة قماشة نظيفة علشان مش عايزة في الوصفة بتاحت اي رواصب علشان تبقى سهلة في الاستخدام ولونها شفاف وما تبنش لو انت قاعدة ببيت عيلة تبقى كده شفاف كأنك مش حطة اي حاجة على بشرتك بعد كده بصفيها كويس جدا شايفين القوامل شبه الجل شوية ده تحفة جدا لترميم البشرة وكمان ازالة البقع وتفتيح البشرة وحاجة كده في منتهى الجمال لتفتيح ونضارة البشرة حاجة تحفة جدا مكلفت ناشغر خمسة جنيه بعد كده يسبت الكل هضيف معلقة صغيرة من زيت اللفندر زيت اللفندر ده بيعالج التهاب وحساسية البشرة كمان بيعالج لدغات النموس والحشرات وتحفة جدا لتفتيح ونضارة البشرة وكمان بيغز البشرة جدا ومناسب جدا خاصة للبشرة الحساسة تمام كده تمام بعد كده بقلب الميكونات كويس جدا خلصنا كده لأ طبعا لسه هضيف معلقة من عسل النحل وعسل النحل ده قاتل للبكتيريا الضرر الموجودة في البشرة كمان بيغز البشرة بيديها نضارة حلوة جدا وبيحول بشرتك من بشرة عادية لبشرة زوجاجية بقلب كويس جدا لحد ما يدوب عسل النحل تماما والخطوة دي مهمة جدا تمام كده تمام بعد كده يسبت الكل وصفتنا الأمر دي خلصت معينا بالشكل ده أهم حاجة بقى طريقة الاستخدام هتجيبي أي أطارة سيرم عندك لو ما عندكيش في أي علبة وضيفي المكونات وهقولك تستخدميها ازاي أنا هنا عندي أطارة السيرم دي غسلها كويس جدا ومعقموها باركنهم على جنب أما بحتاجهم باخدهم أحط فيهم الوصفات بتاعي بجيب أطارة السيرم كده وبضيف فيها السيرم التحفة اللي احنا عملناه مع بعض انت مش هتبطل تعمليه من كتر جماله لازم تجربيه بنفس الطريقة بعد ما حطيته في أطارة السيرم بالشكل ده هستخدمه مرتين يوميا على بشرة نظيفة قبل النوم وأول مصحة من النوم هنستخدمه على البشرة من أول أسبوع هتدعيلي عليها طول حياتك لإنه هيفتح بشرتك جدا هيزلك البقى عدكينة هيغز البشرة جدا وكمان بيشد البشرة شدة تمام جرب الوصفة ومستنية رأيك هنا في التعليقات ولوليك أي طلب أي استفسار سيبوه لي تحت الفيديو وهرد عليك بالنسبة للناس اللي قالوا بشرتنا حساسة نستخدم إيه عليها هتقدر تستخدمي السيرم ده تحفة جدا للبشرة الحساسة وكمان ماسك الخميرة وكريم لبان الدكر هتلاقيهم موجودين على الصفحة مناسبين جدا للبشرة الحساسة لو عايزين الوصفات اللي ذكرناها في الفيديو اكتبوه لي في التعليقات وحطوه لكم اللينك في أول تعليق وبس كده حبيب ما تنسوش متابعة للصفحة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو